اهلا بكم كشفت مصادر لبلقيس عن مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعو من التحرف السعودي الامراتي لاحتواء القيادات العسكرية والسياسية المحسوبة على الرئيس السابق عبد الربو منصر هادي في المحافظات الجنوبية اوضحت المصادر ان المجلس الانتقالي كتفى من تحركات خلال ايام الماضية من اجل استقطاب القيادات العسكرية والاجتماعية التي كانت موالية للرئيس السابق واخناعها بالانخراط مع المجلس اشارت الى ان المجلس بدأ بالفعل بتوزيع استمارات القيادات العسكرية من اجل الانضمام للقوات الجنوبية بعد تقديم عدد من الاغراءات والامتيازات من بينها رواتب منتظمة اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بعرقلة دخول سفن الوقود الى ميناء الحديدة بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق ازمة مفتعلة قالت وزارة الخارجية في بينلها ان الميليشيا الحوثية تجبر منذ العاشر من اغسطس الشركات وتجار المشتقات على مخالفة القوانين والاليات المعمول بها لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة منذ اعلان الهدنة مطلع ابريل الماضي حملت الحكومة الحوثي مسؤولية اي ازمة بسبب عدم او ارتفاع اسعار المشتقات داعية المجتمع الدولي لالزام الميليشيا بانهاء الازمة المفتعلة من جهتي اعلنت شركة النفط الخاضعة لميليشيا الحوثي طرارها للعمل بخطة طوارئ بحجة استمرار التحالف السعودي الاماراتي في احتجاز تسع سفن نفطية وزعمت الميليشيا ان هناك ازمة تموينية في المشتقات جراء استمرار احتجاز سفن الوقود محملة التحالف والامم المتحدة كاملة المسؤولية عن نتاج تداعيات الانسانية والاقتصادية المترتبة اذا ذلك واشارت الانه لم يتم الافراج عن اي سفينة وقد خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة عسكريا اعلن الجيش تصدي قواتي لثلاث عمليات هجومية ومحاولتين تسلل شنتها ميليشيا الحوثي في الجبهات الغربية والشمالية لمدينة تعز واضح المركز الاعلامي لمحور تعز ان هجمات الميليشيا تركزت في جبهات ميلات وجبلهان وحذران غربا ومعسكر الدفاع الجوي شمالا واشار الان المواجهات اسفرت عن مقتل واصابة عدد من مسلح ميليشيا الحوثي واصابة جنديين من قواته اقرت ميليشيا الحوثي بمقتل اربعة من مقاتليها بينهم قياده في مواجهات مع القوات الحكومية وافق وكالة سبع القاضي على سيطرة الميليشيا فقد جارت الشيوع جثمان اربعة من مقاتليها ينتحلون الروتب ضابط بينهم اللواء محمد المحاقري لم تشري لمزيد من التفاصيل حول توقيت ومكان مقتلهم صعادت الميليشيا من خروقاتها للهدنة مؤخرا في تعز ومعرب فيما يقول الجيش ان قواتي ملتزمة بتوجيهات قيادته بالوقف الشام لإطلاق النار واصطى اعلانات متكررة منه بصد هجمات حوثية في امان الله اشتركوا في القناة